مفيش مرة قلت لنفسك لو فيه اتنين بيتكلموا وفيه حواليهم دوشة ازاي تعزل الصوت ده وتخليه نقي وتسمعه كوي الصافي من غير الدوشة اللي حواليه البرنامج اللي حنقدمه النهاردة الحقيقة بيعمل ده وبيعمل اكتر من ده الاغنية الاصلية كلها معروفة اللي بتتغنى في ليفر بول طبعا هم ما خدوها وعملوا اغنية النادي وده الكراود والاودينس هما بيغنوا فأنا خدت صوت الجمهور بس مردتش اخد الاغنية هشير الاغنية وخلي صوته بمهور وبعدين ارجع اركب المزيكة تراكات هفكك الاغنية دي اللي هو مغنيها دي لتراكات هخلي درامز الوحده وهخلي الساكسفون لوحده والباس لوحده والجتار لوحده والبيانو لوحده والسترينجز لوحده والفوكلز لوحده بعد ما خليهم كل واحدة تراك حقدر ايه اعلي بقى اللي انا عايز يعني بس انا صوت مطرب في الاغنية مش مطلوب قوي طبعا بقية العناصر التراكات الموسيقى احنا هنتحكم فيها بقى عشان خاطر ما تتغاش على صوت الجمهور بعد ما عملنا الحاجتين التلات حاجات دول هنفتح برنامج السحري بتاعنا النهاردة سبيكترا ليرز وهذا البرنامج بس حاج مكبير جدا حاجة ضخمة يعني الشركة المشهورة بتنتج برنامج كيو بيز وبرامج كتيرة زيه احنا بعد ما فككنا التراك بتاع الصوت بتاع الاغنية و بتاع الجمهور خدنا تراك الجمهور لوحده وعزلنا من الكراود الدوشة اللي ورا للناس بتتكلم يعني مثلا لو سمعتك الناس بتتكلم في الكراود مثلا الدوشة مش كله غنى هنريدين ناخد الغنى بس هناخد بس صوت الجمهور فقط ونشيل ده ونسمع صوت الجمهور لوحده ناقي قدي احنا عزلنا الاول صوت الجمهور وبعد كده هو خدنا صوت الجمهور عملنا له تفكيك خف الدقاء بقى الايكون دي لو انت خليت هنا الفوكل وتحتي الكراود على طول مع بعض مع بعض فانت مثلا مثلا هتيجي هنا تعمل الكراود ده وهتعمل فورجراوند ده هو صوت الجمهور نبص كده الاثنين مع بعض هتلاقي صوت الجمهور والكراود مع بعض طب انا عايز اشيل الدوشة اللي ورا ماجي كده واخلي الكراود اعمل عليه هايلايت كده واخليه سولو واخد الايكون دي وبتدي امسح الحاجات اللي هي فيها جمهور زي الحتة العالية دي الحتة العالية دي ممكن تكون جمهور مش كراود جزء من الاغنية فانا نروح اعملها كده هوا لو انا عملتها كده اتمسحت من هنا من على التراك ده لكن اتنقلت على التراك اللي تحته اللي هو فورجراوند اللي هو الجمهور وازالك لما نعمل كده ونروح عندها اللي هي نقلت ما قالت اهي خدناه وهكذا في بقية التراكات ممكن تفككها وتعمل كل تراك لوحده فتاخد منه الصافي بتاعه البرنامج ده ساحر بمعنى كلمة انا مش عايزة بلغي يعني فيه لكن سبيكترا ليرز اهو انا جايب احدث نسخة اللي هي برو حداشر فيه عشرة موجودة على النت اه بعد ما فككنا التراكات كلها هي ممكن افكك كل تراك بس انا مش محتاج كل التراكات تتفكك انا عندي اصلا البيانو ده واضح جدا فحاخده من الميدي بتاعي مش هاخده من هنا عندي مثلا الباس الباس او الدرامز درامز بتاعت الاغنية انا هاخدها من الاغنية ياخدها ويف ياخدها ميدي في الحالتين انا هاخد تراك اه درامز واضح وهكذا انا عزال كراود بتاع الاغنية بتاع الجمهور كله فككته بحيث ان انا اخد منه صوت الفوكل بتاع الجمهور فقط لكن انت لو سمعت الاغنية كلها جاية ازاي المصدر بتاعك كله على بعضه فرح العمدة كله انا بقى فككنا ده الواحده البيانو الواحده خدنا الفوكل لوحده الكراود عزلناه مش عايزينه خالص اصلا تراك مش عايزينه طبعا هجام الشارع احد مسجله بموبايل فمش واضح قوي انا عندنا الاصلي بتاعنا الاغنية الاصلية اجابينها مسجله استوديو فكل حاجة فيها واضحة كل الناس بتغني والمزيكة شغالة الساون سيستم بتاع الحافلة شغالة اهو كله دخل على بعضه فاخدناها وعزمنا لها معمليا عملية عزل عشان ناخد صوت الجمهور وهسمعكو النتيجة عشان نختصر عليكم الوقت الالات هاية السرينجس هاية الالات كل الالات معزولة جوال معمل جوال نفس البرنامج برضو بالتالي انا اقدر اعمل هنا عملية معملية اللي بيسموها يعني هندسة صوتية واقدر اخد صوت الجمهور طب دعا ده ممكن نطبع على حاجات تانية بقى كتير اغاني عندنا حفلة عائلية ممكن اتنين بيتكلموا وفي دوشة حواليهم انا ممكن اعزلك الدوشة دي واسمعك صوت الاتنين بيتكلموا صافي جدا ولو واحد يعني شخص من الشخصين كلامه راكب على شخص تاني هعزلت دا عنده واسمعت كل واحد هعمل ازاي طبعا دي هندسة الصوتية خطرة عايزة اقول العلم بيدي لك امكانيات تعمل حاجات جبارة وعندي بقى كمان هنا فلاتر تعمل لي كل اللي انا عايزو ده نايز دي اس لو فيه إس دليدة لو فيه هامنج وراه لو فيه نايز او دوشة لأ أنا مثلا عندي هنا بيقول لك إيه لو أنت عايز تاخد الكورس في أغنية عايز تاخد الـ component كل واحدة الوحدة الـ crowd عايز تعزله لوحده عايز الـ drums من أغنية عايز الـ levelات بتاعتها تتحكم فيها تعلي آلة وتوطي آلة خلي بالك الميد رينج والـ high range ممكن تشتغل عليهم multi channels يعني هي هي برضو زي multi voices دي بقى اللي هي أين بتكلمه في حوار وواحد منهم قال جملة أو قال كلمة ركبة على كلمة التانية فأنت عايز تعمل الفرق بينهم بتروح مش هغل دي وهكذا البرنامج قوي جدا جدا unmixing الصونج دي هي دي اللي بشتغل عليها بنفكك الأغنية للتراكات وهذه التراكات بتاعتها على اليمين البرنامج جامد وإمكاناته رهيبة ولعملت لها كنا كده ووردك السحر اللي هنا كمان كل الفلاتر اللي هنا دي هتتخض هتقدر تستخدمها زي مثلا في ناس بتجيب الفلاتر الـ waves وتشتغل عليها وتخدها هنا كمان تستخدمها كإمكانيات فوق الإمكانيات البرنامج حكاية حكاية وعايز مذكرة لها البرنامج بصراحة مرن جدا واللي مش هيتعلمه هيخسر حاجات كتير فق واسع جدا انك انت تعمل في أي أغنية مسجلة حتى لو كانت من العشرينات وممكن على فكرة الصوت لو هو أوتفوكس تخليه ناطق يعني الأغاني القديمة اللي احنا بنسمعها في الأبيض ولسه في الأفلام القديمة ساعات بنسمع للصوت مش واضح لأ احنا ممكن على البرنامج ده نوضحها وفيه أمثلة تطبيقات على البرنامج ده سبيكتر لييرز من الشركة المنتجة بتقوليك ازاي تعمل ده وتاخد الأصوات القديمة اللي في الأفلام القديمة وتنقيها وكأنها مسجلة في الستيديوهات الحديثة تذكروا في ايه استغلوه لكن انا بصراحة لسه متعرف عليه من شهر فقولت ان نشرحه عشان السادة المشاهدين المهتمين بالهندسة الصوتية استفادوا منه شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع تحياتي طارق حسن شكرا